27 ثلاثة بمومباي الهند وصل للشرطة اتصال مرعب جدا من خادمة كانت مذعورة ومرعوبة بسبب المنظر اللي شافتها ببيت السيدة اللي تشتغل يمها قالت للشرطة انها طلعت لساعات كلش بسيطة حتى تشتري الحليب بهاي الليلة وبعد ما رجعت انصدمت انها لقيت جثة صاحبة البيت ميتة بالحمام طبعا الشرطة بسرعا طلقوا وراحوا للبيت هذا اللي اكتشفوا ان بيت فخم جدا بوحدة من ارقة احياء مومباي البيت كان يعني اشبه بالقصر وصاير على نهر يعني منظر كلش حلو وبمكان طبيعي كلش حلو لما نوصلوا ودخلوا للبيت الخادمة دلتهم على مكان وجود الجثة كانت بالحمام لما ندخلوا لاحظوا ان الجثة ما كانت لأي شخص ما كانت لأي وحدة الجثة كانت الجثة كانت لبريا راجفانش 63 سنة وحدة من اشهر واجمل ممثلات بوليود اللي كانت معروفة جدا بفترة السبعينات والثمانينات طبعا وسط صدمتهم هاي نقلوها بسرعة للمستشفى وطبعا يعني كانت ميتة فبدأ بسرعة تشريحها وتشريحها صدم الكل رغم وجود يعني علامات واضحة على الخنق وكان واضح انه هي ماتت عن طريق الخنق وايضا كان موجود كثير من الكدمات ومن الضربات اللي على راسها وعلى جسمها لكن تقرير الطب الشرعي صدم الكل انه سبب وفاتها كان سكتة قلبية وهذا ياخذنا السيناريو يقشعر جدا قالوه الاطباء وقال التشريح قالوا انها تعرضت بهاي الليلة الموقف مرعب جدا من مهاجمها لدرجة انها يعني خلص صارت عندها سكتة قلبية وماتت من الخوف قبل حتى ما يكمل ثنقها وتموت مخنوقة شنو الليلة المرعبة اللي عاشت بيها نجمة بوليود المعروفة واللي ادت الوفاتها المروعة بالنهاية منو كان المسؤول عن وفاتها وليش كل هاي الاسئلة رح نجاوب عليها بوحدة من اندر واغرب القضايا اللي صايرة ببوليود واللي اثبتت انو بريا كانت عايشة بنص الوحوش حرفيا انا ساري حسام وسط نعش ونص مساء الخير من جديد فرحان كلش انو رجعتو حتى تشوفون فيديو جديد من قناتي واليوم فيديو هو فيديو قضية وقضية بوليود وعرف انو كلش تحبون القضايا اللي بوليود فبديت اتعمق بيها وبديت ابحث بيها اكثر وهاي القضية هي لأول مرة تنحكي بالمحتوى العربي تكيلوا انو اضطريت يعني حتى بالمحتوى الانجليزي يعني اي دولة تحكي انجليزي ما لقيت اي فيديو بالانجليزي عن هاي القضية فاضطريت انو اترجمها اولا من الهندي بعدها للانجليزي وبعدها للعربي حتى اقدر اقدملكم هذا الفيديو وهاي القضية لأول مرة القضية هاي جدا عجبتني فتستاهل شانت التعب وجهد الترجمة هذا فاتمنى انو سوينوا هاي لايكات وطبا مثل ما عرفتو بالمقدمة وبعنوان الفيديو انها رح تحكي عن ممثلة هندية اسمها بريا راجفانش او راجوانش حسب يعني اللفظ بكل مكان فرح نحكي شنون اللي صاروا اياها وشنون التفاصيل العائلية والشخصية اللي صارتوا اياها واللي ادت بالنهاية الوفاة كلش غامضة طبعا هاي القضية محلولة فمنها ستطمنوا يعني ويلا جيووا شي تاكلوا او تشربوا استرخوا طفوا الاضوية وخلنا نغوص باحداث قضية اليوم كالعادة بالبداية وقبل ما نرجع اليوم الحادثة او اليوم الجريمة خلنا بالبداية نرجع ونتعرف على بطلة قصتنا بريا راجفانش نولدت بريا راجفانش باسم فيرا سوندرسينغ وهذا اسمها الحقيقي نولدت بمدينة جميلة جدا بشمال الهند اسمها الشيملا الشيملا هاي هي مدينة جبلية صايرة بجبال الهيملايا بشمال الهند ودائما بيها يعني مناظر خلابة وغابات ويعني اماكن كلش طبيعية وكلش حلوة طبعا بريان ولدت بسنة 36 والدها كان حارس الوحدة من هاي الغابات المحيطة بيهم والمحيطة بالمدينة اللي هما عايشين بيها فكانت بتعودة لها دائما تروح ويا للغابات وتحب كلش الحياة البرية عاشت حياة طبيعية ويا اخوانها ويا والدتها لحد ما دخلت للكلية بسنة 350 لما دخلت للكلية بدي يصر عدها عشق وهوس بشي اسمه المسرح بيتتمثل بعدة مسرحيات بالكلية وطبعا كان اول شي ملفت بيها هو انه موهبتها طبيعية يعني على الفطرة كان عدها موهبة وصوت جميل بعد ما خلصت المرحلة الاولى من الكلية والدها اجاه شهل باشراف من الامم المتحدة خلاهم انهم ينتقلون من الهند ويروحون يعيشون بلندن فهناك دخلت لكلية ثانية وكانت كلية مختصة بالمسرح والفنون وبدت طبعا مناك يعني تمثل من صدق بالكلية وتمثل اعمال انجليزية ومسرحية كلش قوية وهي بلندن وعمرها كان ثمين وعشرين سنة بس بيوم من الايام راحت على مصور هي وامها بقدر تريد تسوي يعني صور عادية حتى تستخدمها بالمعاملات وهي شي شي فراحت بالفعل وصورت يوم هذا المصور بعد ذلك وبشكل من الاشكال صورتها هاي اللي كانت مبينة كلش انها يعني واحدة من جميلات الهند وصلت بشكل ما لصناع السينما بالهند وما وصلت الصورة لأي احد وصلت الشخص اسمه ثاكور سينغ وهذا كان واحد من اشهر المنتجين والمخرجين بوليود كان حرفيا عالمي ومسوي افلام بلندن ومسوي افلام ايضا بالهند فلما شاف صورتها انبهر كلش بجمالها وحس انه هاي البنية ممكن يكون عدها مستقبل حلو بالتمثيل رغم انه هو ما يدر بها اصلا انها تمثل بمسرح الجامعة فاكور هذا المنتج قدر انه يتواصل وي المصور اللي صورها بلندن وهذا المصور سأل عليها وقدر انه يوصل لها فبالفعل راحلها للندن وحشوا اياها وحشوا اياهلها وعرض عليهم فكرة انها تمثل بوليود طبعا اهلها وافقوا وهي ايضا وافقت لانه هذا كان يعني حلم حياتها فكور اخذها للهند وهناك عرفها على بطل قصتنا الثانية واللي ايضا لازم كلش تعرفوه زيان فكور عرفها على مخرج هندي كان ايضا مخرج معروف وقوي اسمه شتان اناند شتان كان اكبر من عدها تقريبا بخمسطعش سنة قعدوا وياه وحشوا وياها وشتان ايضا كلش انعجب بيها وانعجب بشكلها فعرض عليها دور صغير بواحد من افلامه اللي كان دا يشتغل عليهم طبعا هذا الحشي سنة اثنين وستين سنة اربعة وستين بعد سنتين بالفعل قدروا انه يجهزون بريا بكل المقاييس وغيروا اسمها وسووا بريا وبدت انها تمثل بهذا الفيلم لحسن الحظ ولمفاجأة الكل انه هذا الفيلم ضرب نجح جدا وبدأ الكل انه يحكي به ويحكي بممثليه وطبعا اولهم بريا راشفانش اللي كانت الوجه الجديد الجميل اللي فاجئ الكل بعد نجاح هذا الدور وبعد نجاح بريا هنا كان لازم انها صدق تهتم وتبدي تركز بادوارها وتختار ادوار افضل طبعا الفيلم هذا كان فيلم من نوعية الافلام الحربية واللي كان معروف بهم شتان اللي هو المخرج اللي تعرف عليها بهالوقت شتان كان هستوى منفصل عن زوجته ابناء الاثنين كانوا ابناء اقبار ومرتة ايضا كبيرة لكنه قرر انه ينفصل عنها كونه شاف نفسه مو سعيد وياها وايضا كان اكو سبب ثاني شتان بدأ ينعجب بريا رغم فرق العمر اللي كبير بياناتهم بريا كان بالنسبة لها شتان هو المعلم وال يعني شون الرول مودل بالنسبة لها هو المثل الاعلى اللي تريد تصير مثله وتريد انها يعني تحترمه وتحبه لكن لما بدأ يبادرها بهاي المشاعر وقللها انه يحبها هي ايضا بدأت تحس انه عندها مشاعر تجاهها فصاروا سوى بعلاقة غرامية بعد هاي العلاقة بدأت بريا انها ما تشتهل ويا اي مخرج او منتج ثاني غير شتان يعني صارت محتكرة بس بالاعمال اللي وياه وبالفعل قدمها بادوار كلش حلوة وانطاها بطولات حلوة خلصا بعد ما اكتشفوا انه صوتها ايضا كان جميل فبدأت تغني بالافلام يعني ما صارت بس ممثلة لا كانت تغني وتسوي استعراضات وكانت يعني خلص صارت بفترة السبعينات خلينا نقول نجمة مهمة ومن نجمات الصف الاول بوليود مشكلة بريا الوحيدة انها كانت شخصيتها شخصية غربية كونها عاشت هواية بلندن ويعني متربية تربية مختلفة عن اللي بالهند فما كان الجمهور كلش متقبل هاي شخصيتها وكانت دائما تتعرض لانتقادات المهم ظلت تتمثل فترة السبعينات كلها لحد سنة السبع وسبعين مثلت بفيلم انعرض سنة 85 ما عرف ليش هل قد تأخر من بعد هذا الفيلم قررت انها تعتزل التمثيل تماما والظل بس يعني بتهتم بحياتها الخاصة وحياتها الشخصية هسا نجي للجزء المهم جدا واللي ضروري كلش انه تعرفوه انه بريا بعد اعتزالها كانت بهاي الفترة بعدها على علاقة ويا شتان وكان بهذا الوقت طبعا يعني كبير بالعمر هو من مواليد 21 واحنا استدنا نحكي سنة 85 المهم لما كانت هويا بعلاقة بدأوا الناس يحكون وبدأت تسمعوا هواية حد شي موزيا عليها كونها لسنوات طويلة يعني حوالي 20 سنة هي صاحبتها بس ومم الزوجين وعايشين بنفس البيت كانت هي عايشة ببيته رغم كلام الناس وياه حاليا بتقريبا 10 سنوات بس وكانوا هم اللي مانعي من انه يتزوج بريا لسبب كل شوجيه لانه اذا تزوجها وتوفي ميراثة رح يتقسم بينهم وبينها وهذا الشيء ابدا ما كانوا راضين عليه فقلوا لي اذا تتزوجها خلاص تكون انت اختاريتها واحنا ما نريدك وما نريد نعرفك فكانوا مانعي انه يرتبط بيها مع ذلك بريا ورغم انه هذا الشيء كان مسبب لها كلام وازمة لانها كانت تحبه وراضية انها تظل وياه وتظل تعيش وياه حتى لو بدون زواج كل الناس اللي كانوا يعرفوهم كانوا يقولون انها كانت سيدة المنزل يعني ما كانت مجرد عشيقة الى لا كانت كأنها زوجة كانت تستقبل ضيوفها ياخذها وياه بكل الاحتفالات المهمة رغم اعتزالها فقدام الناس هي ما كانت يعني عشيقته لا هي كانت تتقدم على انها زوجته استمر الحال مثل ما هو هيشي لحد سنة سبعة وتسعين لما انصدمت بريا بوفاة شتان بهذا الوقت كان طبعا يعني صار مسن كلش وكبر بالعمر بآخر ايامه كانت هي اللي مهتمة بي وهي اللي ترعاه وتقريبا اولاده او مرته السابقة كانوا ابدا ما يسئلون عنه فانصدمت انها قعدت في اليوم من الايام واكتشفت انه متوفي ومنا بدت المشاكل محامي العائلة اجي وجمع كل العائلة حتى يقرأ وصية شتان اللي حضروا بهاي الجلسة كانت زوجته الاولى السابقة وام اولاده الاثنين فيفيك وكتان وطبعا بريا ايضا طلب من عدها انها تحضر بجلسة قراءة الوصية طبعا هي استغربت وقلت لاني مو زوجته قانونيا فاكيد يعني انا مرح اورض شي فما يحتاج اجي قالها لأ لازم تجين بالفعل جوي وقعدوا وبدل المحامي يقرأ الوصية شتان صدم الكل انه كتبوا بوصيته انه ثلث التركة ماته وثلث الميراث حقيقة وبدوا وبدوا يدعون عليها انه هي اللي زورت هذا الموضوع رغم انه المحامي كان حاضر واكد انه لا هاي الوصية حقيقية ومو مزيفة طبعا صار هذا الموضوع واقع حال وشي يعني قانوني فبالفعل بريا قدرت انها تحصل البيت اللي كانوا عايشين بيه وظلت هي عايشة بيه ومرت السنوات وكانت العلاقة كلش مزينة بينها وبين اولاد شتان كانت العلاقة مزينة وكانوا دائما يتهموها بالصحافة انها خدعت ابوهم وخلت يكتب لها البيت باسمها باخر ايام ومن هذا الحجي مرت ثلاث سنوات على قراءة الوصية يعني من سنة السبعة وتسعين لسنة الفين بهاي السنة اجت خادمة جديدة تشتغل بيت بريا الخادمة هاي كانت شابة عمرها 35 سنة اسمها مالا كانت شابة قروية وهادئة جدا ببداية بدت تلاحظ بريا انه مالا هاي مو طبيعية يعني دائما تحكي بالتليفون بصوت ناصي تطلع وترجع بالليل ما كانت مرتاحة لها فكانت تكتب بريا لاخوانها اللي عايشين يعني برا الهند بالولايات المتحدة وبانجلترة تكتب لهم انه هي ممرتاحة الموضوع هاي الخادمة الجديدة لكن خلص يعني محتاجتها ومحتاجة انها تشتغلوا وياها فمعارت للموضوع اهتمام يوم 27 ثلاثة سنة 2000 وصل الاتصال للشرطة من مالا الخادمة هاي وبلغت انه بريا ميتة بحمام بيتها مثل ما حجرت لكم بالمقدمة لما نوصل للشرطة اكتشفوا انها ماتت بسبب سكتة قلبية رغم انه اكو اثار هجوم عليها واثار خنق معناها انها رعبت جدا قبل ما تتوفى وهذا بالفعل شي يقشعر طبعا اللي اكتشفت جثتها كانت مالا خادمتها ولما سمعوا الشرطة بموضوع انها ما كانت طبيعية بدوا انهم يستجوبوها ويسألوها كونها المتهمة الاولى قدامهم اول شي يسألوه هي انتي وين شنتي لما صارت هاي الجريمة الجريمة صارت بالليل وما للمفروض انها مقيمة ويبري ما تتركها فشلون ما شافت الجريمة ما لقعت لهم انها طلعت حتى تجيب حليب تشتري حليب من السوق بالليل وبعدها رجعت فشافت الموضوع واتصلت فورا بالشرطة لكن فكرة انها تجيب حليب بالليل هي شي مو معتاد بالهند بالعادة يجيبون الحليب الصبح سئلة القادمة اذا تشك باي احد لكنها قالت انها متعروف وقالت انه بريا ما كان عندها اي اعداء وانها نجمة معتزلة وعايشة حياتها بسلام وعمرها 63 سنة يعني مو كلش صغيرة ولا عندها اي مشاكل بحياتها لكن اخو بريا طلع بمفاجئة قدم للشرطة مجموعة من الرسائل كانت جايتها من اختها قبل فترة قصيرة من وفاتها بهاي الرسائل عبرتلي عن خوفها ورعوبها من اثنين اثنين كانوا ودي يطاردوها وكانت دا تحس انهم رح يأذوها فكانت دائما تقول لي انه يعني هذا مكان حساباتي البنكية هذا مكان فلوسي كانت تخبر على كل شي في حال صار لها شي فكانت حاسة انه ممكن يصير لها شي سألوهم من هو هذول على الاثنين فجاوبهم انهم في ذك 53 سنة وكتان 50 سنة ابناء شتان اللي كان عندهم مشاكل كبيرة وياها بالمحكمة على تركة ابوهم طبعا بدأوا الشرطة يحققون وياهم لكنهم نكروا تماما انه لهم اي علاقة بالموضوع وقالوا احنا ما لنا علاقة ويعني ما نعرف عنها شي من قراءة الوصية قبل ثلاث سنوات وطبعا بذاك الوقت ما كوا موبايلات مثلا تثبت انهم هددوها او شي فما قدروا انهم يلزمون عليهم اي شي الشي الغريب انه الشرطة لما راحت البيتهم حتى حققونوا اياهم لقوا هناك وجه مو غريب عليهم كانت مالا مالا كانت ببيت في فيك وكتان طبعا استغربوا من وجودها وسئلوها شندا تسوي هنا المفروض انت خادمة بريا اللي صالي تقريبا سنة وياها فجدت سوين ببيت هذولة فهنا قاتلهم اني بالحقيقة صالي دعش سنة اشتغل بمنزل عائلة الابناء الاثنين طبعا شرطة ما فاتتهم هاي السالفة وقال لولها تعالي وياني واخذوها من قفاها المركز لشرطة وبدأ لتحقيق وياها الظاهر انه ما لرعبة وبدأت انها تعترف بكل شي وتحكي من اول راشدي ما لصدمة الشرطة بالسيناريو اللي قالته قالت انها كانت تشتغل ببيت العائلة مال فيفيك واخوه من دعش سنة تقريبا وقالت لهم انها تورطت بعلاقة غرامية ويا فيفيك اللي يكبرها تقريبا بخمسطعش سنة واللي كان متزوج وعنده اطفال قالت انه بدأ انه يوعدها بالزواج ويوعدها انه رح يتزوجها في حال سوتلي خدمة اخيرة الخدمة كانت انها تتخلص من بريا بالفعل قدر انه يخدع بريا ويدزلها مالا على انها خادمة وانهم ما يعرفوها وانها تشتغل يمها وللأسف بريا انخدعت وبيتتشغلها ببيتها وبليلة الجريمة مالا استعانت بشخص ثاني كانت تعرفها من القرية دخلوا للبيت وفاجأوا بريا هي ونايمة وبدوا انهم يضربوها ويخنقوها لكن اتفاجأوا انها ان رعبت من منظرهم وان رعبت من صدمة الموضوع اللي صاروا اياها فماتت من الخوف قبل ما انهم يكملون عملية خنقها نقلوها بسرعة للحمام وهناك طلع هذا شريكها الثاني وهي اتصلت بالشرطة وادعت انها كانت طالعة ورجعت ولقيتها ميتة قالت ايضا انه في ذك عرض عليها وعلى شريكها مبلغ 4000 ربية مقابل هاي الجريمة وطبعا هذا مبلغ جدا قليل وميس واي شيء لكنها كانت يعني متأملة بوعودة انه يتزوجها ويعترف بيها وطبعا هذا الرقم 4000 ربية كان عنوان لكثير من الصحف والمجلات بوقت الجريمة بسنة 2000 كون انه يعني انقتلت وحدة من اهم النجوات بمبلغ بس 4000 ربية من قبل خادمتها ومؤامرة من ابناء حبيبها السابق طبعا تم القاء القبض على الاخوين اثنينهم واخذوهم للشرطة وبدل تحقيقوا اياهم على اساس شهادة مالا الخادمة وايضا على اساس الرسائل اللي دزتها بريا قبل وفاتها لاخوانها وهي تقول لهم انه هذول الاثنين رح يأذوها ورح يسوون بيها شيء موزيا كان نبين انه دافعهم انهم يتخلصون من عدها حتى انهم يستولون على الورث ويستولون على البيت الفخم اللي والدهم كان كاتبة باسمها لكن بالحقيقة بريا كانت اذكى من عدهم كون انه البيت هذا قبل ما تتوفى كانت اصلا كاتبته باسم اخوانها واصلا حسب القانون الهندي ويعني من غباءهم ما قدروا يعرفون هذا الشيء اصلا هي اذا ماتت بكل احوال ثروتها رح تروح لاخوانها كونها اولا ما كان عندها اطفال وثانيا ما كانت متزوجة ولا يجمعها بيهم اي علاقة فضاربت الاقوال ناس قالوا انهم ممكن يسكنون نفذوا هاي الجريمة بس انتقاما منها مو على مود البيت لانه اصلا البيت يعني كان ميس وشي بالنسبة للورث اللي هما ورثوه من ابوهم طبعا التهمة توجهت رسميا بسنة 2001 المالة الخادمة ومساعدها اللي حجت عنها اللي طلع اسمه اشوك وثيناتهم يعني اخذوا سجن مدى الحياة اما فيذيك وكيتان فتوجه لهم تهمة التآمر يعني تهمة انهم خططوا للجريمة ويعني وحرضوا عليها لكن بنفس السنة تم تبرئتهم لعدم كفاية الادلة لانه الدليل الوحيد كان شهادة مالة اللي ممكن تكون رادة انها تنتقم من عنده من فيذيك فحجت هذا الشي لكن ب2002 رجعوا واكتشفوا ادلة ثانية كان ضمنها الرسائل وبعض التفاصيل مع الشهادات اللي ادانتهم فبسنة 2002 تم حبسهم اثنين هم مؤبد لكن سنة 2011 يعني بعد تقريبا تسع سنوات قدروا انهم يقدمون طعن فترجع تعيد المحكمة النظر بموضوعهم ومن سنة 2011 لحد اليوم استئناف الاخوين ما زال بالمحكمة وبدأ الدرسة وبدأ تشوف شنو نهايتها هل رح يأخذون حكم مؤبد او انه رح يأخذون حكم مخفف بجريمة قتل بريا وليه نكون خلصنا هاي القضية الغريبة جدا اللي عنوانها الحقد والكره اللي ما له اي سبب يذكر طبعا مثل ما قلت لكم هاي القضية اخفت من عندي هواية وقلت لاني ترجمتها من لغتين هندي وبعدين انجليزي ومرح تلقوها بأي مصادر يعني إلا كم مصدر بالانجليزي وما حاجي تفاصيل وهواية ومرح تلقوها بأي مصادر عربية فقط بالمصادر الهندية موجودة بهاي التفاصيل اللي اليوم حاولت اختصرها واجمعها لكم فأتمنى تكون عجبتكم هاي القضية اكتبو لي رأيكم بالتعليقات وروح اكون متحمس جدا انه اقرأ واكيد سووا لايك اذا عجبكم الفيديو لان اكثر شي يدعم الفيديو وانتظروني بفيديو جديد وبقضية جديدة وتصبحون على الف خير اشتركوا في القناة